حامل في سن 47 سنة أكيد أن هذا الأمر هذا مفرح للغاية شنو هما الأدوية وكذلك الفيتامينات وبالإضافة إلى الوصفة اللي تبعتها هذا الأخت هذه في سرعة حدوث الحمل وكيفاش جابوا معها نتائج مرضية في استرجاع الدورة الشهرية وفي حصول الحمل بسرعة أكيد أنها رجعت الدورة ديالها من بعد درس وصفات صبيعية وجاب الله تسير وكان هناك حمل بتوأم ما شاء الله ألف مبروك لها ويا ربي تبت الحمل ديالها إن شاء الله تقسمت معكم تجربة ديالها وبغاية أنها تفيد جميع الأخوات وتنتم كذلك ما تبخلوش لي بواحد اللايك باش هكا تعم الفائدة وتوصل هاد القناة هادي وكذلك هاد الفيديو المفيد لجميع الأخوات اللي كيستعملوا الأدوية الهرمونية وكذلك كيفاش كيستعملوا هاد الأدوية هادي باش نجح معاهم لسرعة حدوث الحمل لأن بزاف الأخوات كيمشوا للطبيب كي ياخدوا نفس العلاج نفس المسمى ديال الدواء ولكن ما كيجيبش معاهم نفس النتيجة عكس سيدات أخريات كيعرفوا كيفاش يتصرفوا مع هاد الأدوية هادي وكيجيب الله تسير وكيكون هناك حمل ما شاء الله أكيد أن هاد الأخت هادي في سن سبعة واربعين سنة فغادي تبدأ يعني الدورة ديالها مكتجيش كل شهر غادي تبدأ تنقطع لها مرة تجيها مرة ما تجيهاش وتبدأ يعني تباعد في المدة ديالها هاد سيدة هادي يعني بدتك تخاف أنها تمشي عليها الدورة وما يحصلش معاها الحمل فقررت أنها تمشي للطبيب باش تاخد الوصفة المناسبة وكذلك يعني بغات أنها تسرجع الدورة ديالها باش يحصل عندها الحمل بسرعة لا ربما يكون هناك بوايدات تبقى عندها في المبيد ديالها باش يعني يكون هناك حمل قبل ما يفوت الفوت وكذلك قبل ما يكون هناك سن يأس لأنه مجرد ما تبدأ الدورة ديالك تنقطع عليك فعرفي بأنه كين شي مشكل خصوصا للسيدات اللي عندهم دورة شهرية اللي كتكون متباعدة وباقي السن ديالهم صغير هاد سيدات هادو ضروري تمشي للطبيب ديالك ضروري تعرفي شنه هو المشكل يعني راكين سيدات كتبدأ الدورة ديالهم تجي كل ثلاثة أشهر كل أربعة أشهر وكيبقوا ساكتين ما كيمشوا شي تعالجوا كيقولوا بأنه يعني ماشي مشكل راها عادي هاد الأمر هذا الأمر ماشي عادي الأمر فيه مشكل ضروري تمشي للطبيب لا ربما يكون عندك تكيوس المبايض ويتعالج يعني راكين العلاجات مثل هاد الحالات ربما يكون عندك هرمون الحالي بمرتافع وتهوى كذلك عنده العلاج ربما يكون عندك مشكل بطانة الرحم المهاجرة ممكن يكون عندك مشكل في الهورمونات يعني كل هاد الأمور هادي خاصها لعلاج المناسب باش ما يتأخرش الإنجاب ديالك وما تعتبريش الأمر عادي بالمرة لأنه ضروري مدم الدورة ديالك ما كنت تشوفيهاش كل شهر فضروري يكون هناك واحد السبب واحد المرض اللي هو العلاج ديالك يكون بالأدوية أو بالوصفات الطبيعية مجرد ما مشات للطبيب أكيد الاقتراح الأول اللي يقترح عليها أنه يرجع لها دورة ديالها بمساعدة الدواء المعروف اللي هو دواء معروف جدا في تنظيم الدورة الشهرية في تتبيت الحمل في حال تخصيب البويضة بين قوصين بزفت السيدات يعتقدوا بأن هذا الدواء يساعد على الإنجاب أكيد أنه يساعد ولكن لا يساعد على تنشيط التبويض يعني البويضة هي تكون عندك داجة كبيرة في الحجم ديالها هذا الدواء يساعد على تتبيت البويضة في الجدار الرحم ليس يساعد على الحمل كيف يعتقد أغلب السيدات هو فقط يعني يعزز واحد الهرمون ديال بروجستيرون اللي يكون نقص في الجسم ديال السيدات هو اللي ما كيخليش البويضة تبقى من غارسة في الجدار ديال الرحم وبالتالي النقص دهاد الهرمون هذا كيأدي إلى سقوط البويضة إلى حدوط الدورة بطبيعة الحال ومساعدة هاد الدواء هذا الهرمون ديال بروجستيرون كيبقى دمن المعدل طبيعي كيساعد يعني بطانة الرحم باش تكون بوحد البطانة طبيعية كيغضي البطانة ديال الرحم وبالتالي البويضة كتبقى على القف جدار الرحم وكيحدث الحمل وكيكمل تسعة أشهر هاد الدواء هذا كيتعطى كذلك في حال الحمل في حال الإجهاد المتكرر فالطبيب كيقتر على المريضة أنه يعطيها هاد الدواء هذا باش كيخلي الحمل ديالها تابت طيلة هاد الأشهر التلاتة الأولى لكيكون فيها مشكل عند السيدات بطبيعة الحال من بعد ما جربت الأخت كريمة هاد الدواء هذا جربته الشهر الأول دورة مازال ما رجعتش لها جربته الشهر الثاني رجعت لها الدورة ولكن غير منتظمة الشهر الثالث رجعت الدورة منتظمة ما شاء الله رجعت لها في الوقت ديالها نزلت بالشكل الصحيح وكذلك في هذا الشهر هذا جربت الوصفة اللي غادي نذكر لكم وكانت سبب في الحمل ديالها من بعد الله يعني مجرد ما بدتك تشوف الدورة ديالها بدتك تطمأن قالت بأن كين أمل كين هناك واحد الفرصة باش يكون هناك حمل من بعد يعني قامت بالوصفة يعني تبعات هاد العلاج هذا تبعاته مدة ثلاثة أشهر لأن كيف ما كان قول لكم ديما إلى وصف لك الطبيب العلاج جلت أشهر ضروري ما تكملي المدة ديال العلاج باش هاكا يعطي نتيجة في سرعة حدود الحمل إلا كان هناك واحد تأخير أو عدم تضم في الدورة مع استعمال الدواء فما تقلقيش الشهر الأول الجسم ديال كيبدأ يتعرف على المفعول ديال الدواء الشهر الثاني كيبدأ يعني الهرمونات يتضبطوا الشهر الثالث كيكون انضيبات في الهرمونات وكيكون واحد الدورة منتظمة إن شاء الله بطبيعة الحال بالمساعدة ديال الحمية الغدائية حاول أنك تقلل لقدر الإمكان من اللحم الحمراء من الدواجن منتجة الألبان يعني قبل من هاد الأمور هذي حاول التاكل كل ما هو طبيعي نباتي لتجئل النباتة بكثرة يعني كل ما هو نباتي كل ما هو خضار فواكه بالإضافة إلى البروتينات النباتية اللي كتكون في القطنيات بطبيعة الحال كل هاد الأمور هذي غتساعدك على انتظام الدورة وكذلك معالجة الخلل الهرموني بالنسبة لهذا السيدة هذي من بعد ما انتظمت عندها الدورة في الشهر التالي تلتاجآت لهذا الوصفة هذي وبقوة الوصفة قبل ما نعطيها لك ديري لي اللايكات في هذا الفيديو لأنه فعلا فيديو مهم ممكن أنه يجيب نتائج مرضية في سرعة حدوط الحمل عند السيدات اللي عندهم تأخر في الإنجاب السيدات اللي كيبكي وبلهفة وبشوق باش أنهم يعني يكون عندهم واحد الدرية إن شاء الله لا ربما تكون هذي الوصفة هذي السبب علش الله وتحقق الفرحة المجموعة من الأخوات إذن الوصفة هي عبارة عن الميرامية السالمية أو الميرامية كانت كتناولها هذي الأخت هذي يوميا مدة عشرة أيام ابتداءا من نزول الدورة الشهرية كأس من الميرامية وحتى أنها يعني مشات للطبيبة قلت لها ما شاء الله شنو درتي التبويض عندك زي الفل كيف ما كان قلوب المصرية تبويض عندك فل الفل يعني تبويض ما شاء الله ممتاز وكان عندها حمل بتوأم ما شاء الله أكيد هذي الفرحة هذي بغيتها لكل أخت يعني باقي كتنتظر باش تعود هذي السنوات ديال الحرمان والسنوات ديال العذاب وإن شاء الله بطبيعة الحال تجيب معها نتائج في الحمل كانت يعني بالإضافة إلى الميرامية عشرة أيام عشرة أكواب من هذي الميرامية كل يوم كوب كل يوم كأس من هذي المشروب هذا ممتاز لعلاج ضعف التبويض عند السيدات بالإضافة إلى الميرامية كانت كتناول السمسم مع العسل الطبيعي السمسم أو الزجلان كانت كتضيفه للعسل كتخلطه جيدا وديما كتاخد ملعقة قبل النوم يعني السلمية أو الميرامية الكوب غدي تناوله في الصباح وكذلك الوصفة الثانية اللي هي السمسم والزنجلان أو الزنجلان غدي تضيفه للعسل الطبيعي وغدي تناوله ملعقة صغيرة يعني في الليل هذي الوصفة هذي التانية تناولتها من آخر يوم لنزول الحيد مدة سبعة أيام متتالية وجابت معها نتائج إن شاء الله وتنتمى كذلك علش الله ديروا النية ديالكم توكلوا على الله ديري بالأسباب إذا كان هناك مشكلة صحية حولي أنك تمشي للطبيب في أقرب فرصة ممكنة باش تعالجي المشاكل اللي عندك اللي ممكن أنها تأخر لك حدود الحمل كان هذا هو الفيديو دياليوم تمنين الإعجاب ديالكم إلا أعجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسونيش من واحد اللايك واشتراك في القناة إلا كنت متتبعة جديدة معايا في هذا القناة وعجبك المحتوى ما تردديش أنك تشاركي بالضغط على الزر الأحمر أسفل فيديو مع تفعيل خاصية الجرس باش ديمة توصل بجديد القناة شكرا لكم على الحب ديالكم لهذا القناة وعلى التتبع لجميع الفيديوهات غادي ندرب لكم موعد في الفيديو الجاي إلى اللقاء شكرا لكم